بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعتكم مباركة ان شاء الله كل سنة وانتوا طيبين كده وان شاء الله كده يريد تلكز معايا في الفيديو كده صلي على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلي على رسولك ان شاء الله ربنا هيكرمك وما تكونش بخيل وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكونش بخيل برضو حط لايك للفيديو ده على طول كده هوت بتبخلش علينا باللايك دلوقتي قبل ما تسمع كل اي كلمة طيب في شباب كده انا باجه اشرح الحاجة يا دوبك بياخد عنوان الفيديو وحطي لي تعليق. انا يا شباب ده مش جروب قاعد ارجعه يعني انا انا يا دوبك قاعد فاضي بجاوب ما برضاش اكسف اي حد وبجاوب او بدور عارف ان اللي بيسأل ده محتاج الاجابة عن السؤال. بس ارجوك اتفرج على الفيديو هتلاقي الاجابة بتاعت سؤالك موجودة عليه. لو بسيط على التعليقات هتلاقي اجابتك موجودة. مش الاول شوف للعنوان. يعني الشباب ازاي? انا بتكلم مع الشباب مش البنات. الاناس ما فيش الكلام ده. انا بتكلم الشباب. يعني الفيديو دوت لو هلس ولا في حد بيرقص ولا البنات بتاعت التيك توك ده ولا البرامج اللي اتفه والكلام ده. هتلاقي قاعد بيشوف الفيديو للاخر لكن ده يا دوبك مش عايز يشوفي حاجة يا يجري هيسوف ويرجع يسأل زي ما انا نصحت وقلت يا جماعة لما تيجي تقدم روح اغرب مية جنيه لو حتى تستلفهم. هو بتوع الصيبر الله لا يسمحهم. يعني استغلوا الموقف وبقى الحاجة المفروض عشرين تلاتين جنيه بقت بمية جنيه ومية وخمسين وفيها قوسة لميتين جنيه ربنا يسمحهم يعني الواحد مش عايز يدع على حد استغلوا الموقف بتاع التقديمات ده. لكن انا قلت لك بلاش تقدم انت في ناس وقعت وعمات نفة حوالي نفسيها في التقديم لان اللخباطه الدنيا. طب انا بطمن برضو فيه شباب طبع وحصل عنده اخطاء في وليه الامر في العنوان فيه فيه بقولك كل ده ما تقلقش لان التقديم ده الحاليا اللي هو حصل عنده ده اسمه تقديم مبدئي. تقديم مبدئ اهم حاجة لحضرتك لما تستلم الكراسة بتاعتك. ان شاء الله هي يحصل اي بقى هتجيب مستندات هتجيب شهادات ميلاد هتجيب قيد 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 عائلية كتير قيد عائلي هتجيب كل مستندات دي رسمية هتبقى كلها رسمية حاجة رسمية وطلع من نزارة الداخلية وتبقى كلها رسمي فانت حضرتك هتجيب بها ايه هتجيب مستندات وهي بتدي تحط بياناتك صحة في الكراسة. طب في فيديو هنا موجود على القناة. انت حضرتك بتيجي تشوف الفيديو كده على اليوتيوب وخلاص. طب ما تجيب القناة حضرتك وقعد قلب في قسم الفيديوهات تتلاقي كلمة فيديوهات فوق كده دوس عليها هتلاقي الفيديوهات كلها بتاعت حضرتك موجودة. من ضمنها ازاي تعب الكراسة? قلت لك انت لو كان خطك وحش او ما عندكش فكرة جمع بياناتك وحط وخلي حد خطه كويس يوعد يكتبها لك صح عشان ما تتلخبطش الكراسة دي مرة واحدة. وشارح في الفيديو ازاي انك انت تجيب ورقة خارجية تسجل فيها كل بيانات الاقارب وي وي وبعد كده تاخد من الورقة الخارجية دي البيانات اللي تتحط في الكراسة انت تتحط مرة واحدة صحيحة لانك اشتريت الكراسة بمية خمسة وستين جنيه مش هترجع تجيب كراسة تاني. والكرسات خلي بالك بتروح انك فيها اي لخبطة بتستبعد يقول لك مع السلامة انت. طيب. برضى عشان وانا فاكر كده الشباب اللي هما هيروحوا ان شاء الله لاختبارات او الاختبار. فحضرتك كده ياريت الشباب فقط غير بكلم الشباب اهو. ياريت كده تكون منظرك المظهر بتاعك يكون منضبط. بلاش تلبس لنسيال. بلاش تلبس سلسلة حضرتك. بلاش انك انت تروح بشعر ما منكوش كده او الحلقة اللي هي المناظر اللي احنا بقال للاجانب بها دي تروح كده شعرك كله سوا بعض وحلقة كده منقزمة كده. بتقوليش حلقة دلوقتي ولا حلقة بعدين. لأ انت ما تروح منضبط من الاول كده. وتقعد كده في اللجنة الاول اختبار عندك اللي هو اختبار القدرات دوت. حضرتك كده تروح. وتروح راجل منضبط كده. حتى هتدي اللجنة انطباعا للناس الدجاية دية ان انت رايح كده راجل محترم وراجل عايز تشتغل فعلا وتاكل عيش فعلا. التهريك بلاش. بلاش حضرتك لما تبقعد تبص شمال ويمين كده هو توبتاع. لكن لو عندك سؤال لأي حد اسأل. اسأل ما تخافش من حاجة. اسأل لأي حد هناك لو عندك استفسار. بس يكون مفيد استفسار. لكن التهريك والكلام الفاضي ده حاول تخلي الحكاية دي برة المعاد. طب والتليفون برضو المحمول وانطراح اول اختبار حضرتك انا بقى عليش بقى طول عليك شوية. لكن عشان خطب كل كده هتفيدك. الموبايل حضرتك لو ضروري تاخد الموبايل معك فياريت حضرتك كده تاخد الموبايل تروح الصبح بدري. هتلاقي فيه ناس قاعدة. بس تشوف قعد يضرب بعينيك الاول كده الناس دي مسلا هي دي قهوة. اه القهوة دي قاعدة. ممكن اه حطوا بياخد عشرة جنيه هو تقريبا على التليفون. هي القهوة اللي قدام المعهد ديت. او مسلا تلاقي واحدة ستة قاعدة مسلا كده قاعدة. بس خد بالك الناس كلها بتقيل عندها ولا لا ممكن تاخد التليفونات دي وتخلع برضو. تأكد كويس ان الستة دي قاعدة سابتة وخد عينك القابل ما تريح تديها التليفون بص كويس شوية لكده فيه ناس بتديها تليفونات ولا بتاعه وصيقة وحد يعرفها في الحتة وشو بيقولها يا امو اي امو محمد يا امو فلانة بتاع خليك سيكا كده طيب. بلاس البنطرولات الشباب برضو بلاس البنطير المقطعة. تابع هنلبس ايها اه احنا رايحين يا استه الصبر. انا لبس لبسك العادي خالص بس خلال لبسي كده يكون شيء كده ومحترم كده. اهم حاجة عنده ده اللبس اللي هو بتاع الهيئة وانا عامل فيديو بالكلام ده برضو وشارح فيه ان اليوم اللي هو الكشف الهيئة هو ده اللي بتنضبط فيه في كل حاجة. لكن اتبقى الكشفات دي في كشفات رياضية بتلبس تلينج بتلبس كوتش بمكشف الرياضي لكن احنا اهم حاجة عندنا ده هو انت رايح ده كده روح عادي بلبسك عادي بس اللبس منضبط شعرك منضبط. طب فيه ناس بتقول لي اخد صور معايا. انا قلت لك المطلوب منك هنقولها دلوقتي الحاجات دي الاوراقة المطلوبة منك دي دي ورقة من الكراسة اللي قدامك في الصورة دي ورقة من الكراسة ويد الطلبات. طب انت راح تاخد معاك ايه دلوقتي ايه? مش هتاخد مع حضرتك غير الفلوس المية 65 بتوع لحضرتك الكراسة وهتاخد مصاريف بالزيادة معاك عشان ما تحتاجش حاجة لو انت رايح من بعيد ولا بتاعي بمعاك اكلك وفلوس اكلك وشربك ودودة. طيب. برضو بالنسبة لان انا برضو كاتب حاجات جنبي كده عشان افتكرها. اه اه اللي في المسلا ان اقولنا هناخد معانا اربع صور احتياطي عشان خاطر الصور دي ناخدها. ممكن بياخدوك ان المفروض في كارت الكارت التردبط اللي انت طابع من عنت ده. المفروض بتحط عليه اللي هو طابع الشهيدة المفروض هتقوع ما تاخدوش معاك اشتريه من البسطة من دلوقتي قبل المطروح من البريد. وخليه معاك حطه كده في محفظتك كده وصور بطاعتك تلات اربع صور ان يمكن ياخدوا منك صور البطاقة. وحضرتك ما تروحش غير بالكارت. الكارت ده هو اللي هيدخلك. الكارت ده يعتبر تصريح بالمعاد والمكان اللي انت رايحه ومش يدخلك جوه المعهد غير بهذا الكارت. فبقول لك خد الصور. هو مش مطلوب بانك حاليا نصور. لكن هو بقول لك خد الصور معاك. طيب عندي بقى عشان نتكلم بقى في الاوراق المطلوبة بالنسبة للمعهد. بص بص دي دي هتحضرها امتى يا شباب? نحضر الناس بتقول ان نحضر الورق ده من دلوقتي. حضرتك ما تستعجلش انت قدامك اختبار واتنين وتلاتة واربعة وخمس اختبارات. الاختبارات دي بتقعد قدي يا شباب بتقعد سنة كاملة عام كامل بين الاختبار واختبار. يعني حضرتك عدد في القدرات. حضرتك بتاخد النتيجة بيقول لك على الكارت كده ان الاختبار بتاعك اللي هو انت اكتست ده او يقول لك مع السلامة متشكرين منك. ازا يا ربنا كرمك وقال لك اكتست بيديك المعهد بتاع الاختبار اللي بعد كده. ماشي? فانت ما تستعجلش على الامور دي. طب الورق ده امتى بنجهزه? حضرتك لما تعد اختباره اتنين وتطمن كده انك انت بالدنيا ماشي معك حلوة ان شاء الله. فتبتدي تجهز في اوراقك. ايه بقى لو ما تطوب مني ده. شهادة اتمن درست التعليم الاساسي ازا كانت اعدادية او ازا كانت مثلا شهادة معادلة يعني ايه معك معك الشهادة فيه الاعدادية? وفيه اعدادية مهنية مفيش مشكلة. وفيه اعدادية ازهرية مفيش مشكلة. في معك. ايا كانت معك بكرولوس لكن انت بيتعامل بالاعدادية. هم بيعملك بالاعدادية فقط. لكن فيه ناس مسلا واحد معابك ريوس مسلا واقدم به. اه حضرتك اه طبعا بيبتدي ان هو ده يعني يبقى ليه اولوية شوية هو هيشتغل قبل اعدادية بس دي اولوية لانه ممكن تحط في مطارات بعد كده بالشهادة بتاعته ديت في مطاري تحط في في جمارك في منطقة كويسة طب ايه تاني بقى عندي بعد كده لو ما عندكش الشهادة دي بتعمل مستخرج منها بس ما يكونش عد عليه شهرين طب وشهادة الميلاد الميلاد بتطلع شهادة ميلاد بتاعتك جديدة طب عدد الصور وعشان الناس كانت بتسعلك عدد الصور مطلوبة دي اتناشر صورة ومقاسة اربعة في ستة طيب وعندك صحيفة الحالة الجنائية باسم الادارة العامة لمعاهد معاون الامن مؤشر عليها بعدم وجود صوابك ولم يمضي على استخراجها ستة اشهر يعني لازم تكون جديدة ومعقداش عليها ستة شهر يعني حضرتك لو طلعتها دلوقتي وعدت سنة عشان سنة في الاخر يطلبوا منك مستدلات دية بيقولك لا طلع لي واحدة جديدة ده الكلام اللي بيتكلم فيه انت هتطلع لما تعد اختباره اتنين وثلاثة صورة البطاعة الرقم القومي وهتاخد معها الاصل عشان يطبقوها ببعضية قد عائلي للوالد برضو خد بالك القد العائلة هو ما تعاملوش بادره هو لهم يمضي على استخراجه اكثر من سنة طيب موقف الطالب من التجنيد لازم حضرتك في ناس كتير بيعتلب تسألني انا الرجل دلوقتي مثلا معات جيشي ممكن اقدم في دي ما ينفعش حضرتك لازم تخلص جيشك الاول حضرتك انت طالب الجامعة لو انت طالب جامعي بتروح تاخد تأجيل التأجيل ده بيديك تأجيل لحد ستة عشرين سنة لو انت بتدرس في الجامعة فانت ممكن تقدم في معاون امن لكن انت راجل خدت دبلوم ومطلوب لجيش مش هينفع تقدم في معاون امن فما تسألش الاسئلة اللي هي ايه معروفة دي طب اذا كان الطالب مقايد بالمدارس باحدى المدارس اوفوصل منها بيقدم شهادة بكده بالكلام ده اذا كان الطالب موظفا بالحكومة وقدم شهادة من جهة عمله تبين طبيعة العمل المسند اليوم ازا كان هو مستمر من الخدمة اوفوصل بحكم يعني انت لو كنت شغال يعني مثلا موظف في مكان وعايش تشتغل في ربينا كلمك ممكن تتاخد عادي من الوظيفة عادي هتقدم استقلتك بعدين في الوظيفة وتشتغل في دي ماشي بس هل انت شغال ولا لأ في المكان ده بتجيب ما يزبط انك شغال طب شهادة من الجهة التي يعمل بها الوالد او ازا كان الوالد شغال او وليه الامر هو طالب بتاعي ازا كان مثلا فيه وليه امره في طالب ممكن يكون والد بتاعك هو وليه امرك لكن ممكن يكون والدك متوفي وتكون حد عامك او غيرك او اخوك كبير وليه امرك فهنا بتجيب كده وزا كان شغال في مكان بتجيب له مفردات مرتب طيب بيراعة دقة في تدوين هاجي البيانات يعني بص اللي لازم تكون صحة اهوتي اللي بقولك خلي حد يكون فاهم عملك يا ريت تسمع النصاح من اولا واي مخالفة تظهر فيما بعد وتسبب المساءلة الجنائية لما نحرر البيان ولمان نستخدمه البيان لحضرتك هتمضي علي كل ورقة في ده الكراسة دي هتمضي عليها حضرتك وانت وليه امرك طيب شهادة رسمية تبين حيازة الوالد ده ازا الوالد كان عنده ارض او غيره او والدته او ملكتها الارض الزراعية او العقارات ازا كان عندهم اي عقارات او ممتلكات اخرى والدخل اللي هو موجود لو ده مفردات مرتب او ازا كان الوالد ده بتجيبها منين؟ من الجامعات الزراعية او مريضة الزراعة والسجرات التجارية ازا كان فتح محلات او موجب عقد مسجل بملكتها العقارة ازا كان عنده هيجبها دي من داوت مش او العقارة ازا كان عنده بيوت او غيره كل ده بتجيب بيه اه شهادة رسمية نقولها تاني شهادة رسمية تبين حياز والد الطالب او والدته او ملكتها الارض الزراعية او عقارات او تلكات اخرى طيب هنا يراعى تقديم اثبات المؤهل للوالد والي الامر ده ازا كان عنده معهم مؤهل بدول ده الوالد ده مؤهله ايه اتمنى تسمع النصيحة اتمنى ليكم التوفيق والنجاح ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا وتنسناش بدعمك للقناة ازا كان عندك حاجة انشر الفيديو ده على صفحاتك ولا غيره عشان خطر ينتشر وتقول زمالك عليه لان الفيديوهات معظمها مش جايبة مش جايبة مشاهدات فاتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ربنا وفاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته